حتى السفراء كان عاد من قبل يقابل سفراء التقى فخامة رئيس الجمهورية عبد الربو منصور هادي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تيانشي التقى بالسفير الصيني مع أن السفير الصيني هذا أي واحد سهل جدا يقدر يلتقي يعني زي الساقرة حكا التحرير أي واحد يصير يتصور معه ومع هذا شاف أنه التقي بسفير مش مضي على الوقت يعني وتصحّوني عشان السفير خلاص يكون يجمعوهم مرة واحدة أكثر من سفير وبالتقي بهم استقبل الأخ الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية خمسة سفراء جدد معتمدين لدى اليمن صاروا يجمعوا له خمسة سفراء مرة واحدة ومع هذا شاف أنه خمسة ما تشوفهمش قليل وبيضيعوا وقتي خلاص خلاص جمعوهم أكثر ولتقي بهم مرة واحدة رئيس هادي التقى سفراء مجموعة العشرين بعدين بعشرين واحد مرة واحدة شاف من بعده خلاص ما كان عاد يحسبوش يجمعوهم كلهم ما عاد يحسبوش كما العدد أهم شيء لتقى تسلم فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدى اليمن عاددهم من السفراء ما كان عاد يحسبش عادد يأكلوا التنية حك الله يعني كان مأمن يعني يحسبوا أنتم وثقة ثقة يعني عاددهم من السفراء ويمكن في الفترة الأخيرة ما عاد بيقابلش أحد معه مسمع شخفر مقابلة للسفراء يمكن باقي معه السفير الأثيوبي يلتقي بعشان بيجي بقاتل معه يعني والباقي نعمل لهم مجموعة فالواتس أي سفير جديد يرسل ملف اعتماده بي دي اف وهو يرسل له اوكي كمل فترة خدمته الله معك رسل الرسالة مع السلامة وبوزها والله معك ما كان عادي يشغلش نفسه وهو صراحة رئيس دولة يعني رجع تسغله بالسفراء واللقاءات لا هذا مش يعني مش من مستوى تخيلوا إلى درجة أن في سفراء اعتمدوهم كسفراء في اليمن انتهت فترة خدمتهم وغيروهم بسفراء ثانين ولا زاروا اليمن ولا شافوه ولا عرفوه كيف اليمن عاشوا في السعودية جنب هدي ولا عرفو كيف شكل اليمن يعني يسألوهم كيف شفتوا اليمن كيف اليمن يقول لك بالله تمام اليمن فيها مكة والمدينة والبطحة والعزيزية ولا فيها عزيزية ولا فيها بطحة